بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب الصف الثالث الثانوذ خلاص قربنا على الامتحانات يعني اتمنى انتو تكونوا جاهزين وانكم ما تحبطوش وما تزهقوش عايز اقولك مجهودك بتاع السنة كله متوقف على الفترة الاخيرة ولذلك انا يعني كلمتي ليك هي نصيحة من القلب اتمنى انها توصل لقلبك انت كمان والقلبك انت كمان علشان انا باعتبركم كلكم قواتي واتمنى ليكم يا رب التوفيق والنجاح طبعا المعروف يعني في المصطلح الطبي ان التنفس الصناعة بيحصل للحالة اللي خلاص بتفرفل وبتودع وفضلها حاجات بسيطة وبتعامل لها حالة انقاذ سريع علشان نقدر منقذ انقاذه في هذه اللحظة وده اللي انا عايز اكلمكم في النهارة ان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير لو ان الامور ما اتطورتش ولو الامور مشت زي ما هي انت فضلوكم على متحناتكم ان شاء الله حوالي خمسة وستين يوم تقريبا اه اللي انا عايزه منكم ان انتو خلال الخمسة وستين يوم دول اجتهدوا وما تحبطوش وياريت ارجوكم لو سمحتو ما تضيعوش مجهود السنة من اولها انت بدأت السنة بتاعتك من اولها اشتغلت بازلت مجهود ارجوك ما تضيعش مجهودك اللي انت بازلته في الفترة اللي فاتت دي كلها في الفترة الوسيطة اللي جاية وبما ان الفيديو ده بعنوان تنفس صناعي فرسيل ليك هتكون بعنوان مبضات من قلبي الى قلوبكم جميعا اتمنى انها توصل ان شاء الله فاخدها مني واسمعها هي نصيحة قبل ما تكون توجيه او قبل ما تكون هي مثلا بقولك تعمل ايه لا هي نصيحة من القلب وعم تجربك فاخد مني النبضات دي وارغوك التزم بيها وان شاء الله ربنا يكتب لكم جميعا التوفيق والنجاح بازن الله يتعلم النبضة الاولى واعلم ان لذة الكسل تذهب ولا يبقى الا عاقبتها وانما شقة الجهد تذهب ولكن تبقى ثمارها اوعى تفتكر ان ممكن في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي ممكن الانسان يحصل ثمرة بدون مجهود ما بيحصلش لذلك الانسان العائل اللي قملك واعلم ان النعيمة لا يدرك بالنعيم هو عائل جدا النعيم اللي انت عايز تعيشه في الدنيا دي لا يدرك بالنعيم ما يجيش بالراحة عايز تعيش في نعيم وفي ساعة وفي سعادة لازم تتعلم هي الدنيا كده اعمل حسابك انما النصره صدره ساعة اللي انا اقصده ان في المعارك دايما باللغة المعارك يعني اخر ساعة بتكون اصعب ساعة في المعركة بتكون النفوس انتهت والصدور ضاقت الطاقة خلصت مش قادرين يعملوا حاجة خالص تعبوا وجهدوا في المعركة كلها هيروح لو ما صبرش في اخر ساعة اللي هي اصعب ساعة تعبك ومجهودك السنة كلها هيروح لو ما صبرتش الخمسة وستين يوم اللي جايين انت جندي في معركة بدأت من اول السنة بدأت من اول السنة ودلوقتي انت مكمل فيها لو ما اكتهدتش الفترة اللي جاية تعبك كله هيروح مفيش نتيجة بتحصل بدون مجهود اعمل حسابك على كده ان كنت انت ناوي ان ربنا يكرمك وتعيش ساعة طول حياتك الفترة اللي جاية وتبقى فخور بنفسك وتسعد بنفسك وتحقق السعادة ليك والاهلك فهيبقى من مجهود الخمسة وستين يوم اللي جايين وفي ناس تانية هتعض على صوابعها من الندم الفترة اللي جاية كلها طول حياتها عشان الخمسة وستين يوم اللي جايين فرسلتي الاولى ليك ان انت ارجوك ما تضيعش تاعت السنة من اولها ابتدي اشتغل اجتهد ما تحبطش كمل واتمنى ليك كل التوفيق يا الرسالة الاولى الرسالة التانية بقى وهي ان عليك البداية وعلى الله النهجة عليك انت البداية انك تبدأ وربنا عليك تماما دايما حط في دماغك وفي ذهنك ان الخطوات عليك والنتاج دي بتاعت ربنا ربنا دايما كان نقول ايه اسعى اجتهد حارب ما بيقولش انتصر النتايج بتاعت ربنا بمعنى انا عايز احميك من نفسك اللوانة عايز اصول نفسك من الجلد ابزل قصارى جهدك والنتايج بتاعت ربنا ما تقولش انا تعبتي ليه ما جليش طالما عملت اللي عليك قدر ربنا هو الخير ليك قول يا رب وربنا حقق لك اللي انت تتمنى انا اتمنى ان جميعكم كل الطلبة بتاعت ربنا بازن الله بتاعت ربنا كلهم يحقق واتمحهم اتمنى من ربنا ان يحقق لهم طمحهم بس خليك فاكر ان عليك الجهد والنتيجة بتاعت ربنا الثمرة بتاعت ربنا قصة سريعة يعني انكم جميعا طلبة ثالثة سنوية اكيد تسمعوا عن سنوية يا عما في الوقت كنية كانت سنة جديدة شوية اللي امتحنت فيها كانت صعبة وانا كنت طالب سنوية عما في الفين وتانية وكان معايا صديقي برضو دفعتي وكنا جيران واحبا وبنذكر مع بعض اذا اتيحت الفورتسة وكنا ساكنين جميعا فطبعا زميلي ده كان مكتهج جدا الحقيقة وكانت ظروفه شوية كان فقيري يعني كانت السنوية عما بالنسبة له هي امل طوق نجاة هتنقذه وتنتشره من ظروفه اللي هو شايف انها مش مناسبة صديقي ده بازل مجهود جبار وانا شفت وعلى يدي انا ما بنكرش عليه جهده بصراحة اكتهد جهد لا يمكن انت تتخيله انا كنت بشوفه وبيتعب وبيصحى الصبح الساعة ستة عشان يروح مع والده الشغر وبعد كيرجع يذاكر صديقي ده بعد التعب والجهد اللي بازله ده كله يجيب خمسة وستين في المية متخيل خمسة وستين في المية وطبعا هو دخل كلية مش اللي هو بيتمنى هو دخل كلية الزراعة طبعا وقابلته في الجامعة احنا الاتنين كنا نفس الجامعة قابلته في الجامعة قلت له ايه اخبارك ايه باتطمن عليه بما ان هو كان صديقي قال لي الحمد لله انا زعلت شوية في الاول بس يعني انا عملت اللي علي وما كانش في ايدي ابزل اكثر من كده فانا متأكد ان ربنا اختار لي الصالح صديقي ده خلص اولى تانية تلتة ربعة اتعين معيش في الكلية هدواتي استاذ جماعي ما شاء الله اتمنى لي التوفيق الراجل ده اكتهد وعمل اللي عليه وربنا اختار له النتيجة اللي تناسبه النتيجة الاحسن ليه فارجوك ابزل الجهد المتاح وسيني نتيجة على ربنا دي رسالة التالتة الرسالة التالتة هي ان قليل دائم خير وافضل من كثير من قطع قليل دائم خير من كثير من قطع بمعنى انا عايز سيادتك تبقى ارجوك واقعي مع نفسك وانت بتحط خطتك للمذاكرة يعني ما تقولش انا هزاكر تمانية واربعين ساعة في اليوم ما بيحصلش ما فيش الكلام ده شوف حضرتك تقدر تزاكر قد ايه بشكل واقعي وتكتب ده في خطتك يعني ما تقولش انا هزاكر مثلا وانا ساعتين بس في اليوم انا هزاكر اتنين وعشرين ساعة في اليوم هتزاكرهم تحت البطنين انا عارف طالما انت مش واقعي مع نفسك هتلاقي نفسك بتتنازل في خطتك ما فيش منع ابدا ان انت تحط خطة لنفسك مبدئية واقعية تتجرب وتمشي فيها وبعد كده بعد ما تمشي في الخطة بتلاقي نفسك ماشي الامور كويس تطور ما فيش مانع حط ساعات زيادة بعد كده في المذاكرة عادي جدا ده ما يضرش وجرب اختبر نفسك لقيت نفسك مشيت بشكل كويس في الساعات الزيادة دي ثبتها على كده شوية كمير حبيت تزاوي بس مقدرتش تكمل لا ارجع تاني اللي كنت عليه المهم من اللي انا بدأت به ما قلش عنه ارجوك خليك واقعي قليل دائم خير من كثير منقطع خليك فاكر الكلام ده دايما نحطه في ذهنك وفكرت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث السيدة عائشة بتقول خير الاعمال ادومها وانقلت خير الاعمال ادومها وانقلت فدايما نخليك فاكر انك هتحط خطه تكون واقع مع نفسك عدد الساعات اللي هتقدر تذاكرها وعدد الساعات اللي ما تقدرش تقللها عن كده في النوم يعني تحطها في جدول محترم يكون واقعي مناسب ليك من ظروفك وتبتدي تمشي عليه واحدة واحدة وتلتزم بيه واخيرا هذكرك ان انت جندي في معركة بدأت اول السنة ودلوقتي احنا في الساعة الاخيرة في هذه المعركة اربوك ما تحبطش كمل اجتهد ألقاكم على خير شكرا احمد الراشد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر